حتى متى لا تبصرون هذا موضوع حلقتنا اليوم أهلا ومرحبا أحباء المشاهدين سلام ونعمة المسيح مع جميعكم هذا السؤال حتى متى لا تبصرون ما هو كلامي أنا هو كلام الله ترى في صفحات الكتاب المقدس الله يتساءل لسبب عدم الإيمان والرب يسوع تحدث عنه عدة مرات في العهد الجديد عن العيون التي لا تبصر والآذان التي لا تسمع والسؤال لماذا أو حتى متى لا تبصرون أنا أدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة وكمان تشاهدون على الفيسبوك وعلى فكرة بحب أسمع منكم إذا في أسباب إذا في مداخلة معينة تشاركونا فيها ليه الناس مش عم بتشوف الحق ليه الناس مش عم بتشوف النور مع أنه مثل وطح النهار مثل الشمس الساطعة ليه الناس بتميل للعنف بتميل للقوة بتميل لقوانين أخرى مع أنه داخليا وقلبيا بيعرفوا إذا مشينا على تعليم المسيح بيكون عندنا مجتمع كامل مجتمع صحيح مجتمع سليم جدا اللي هو فيه من تشبه بيسوع المسيح واحدة من خدمات يسوع المسيح المتعددة بس جزء كبير من خدمته فتح العيون وهذا بتشوفه كتير مرات في معجزات في العهد الجديد كانوا يأتون بالعميان وكان يفتح عيونهم لكن برضو رح نكتشف أنه أنه فتح العيون ما هيش مجرد معجزة لأنه المعجزة في حضور يسوع شيء طبيعي شيء تلقائي حيث وجد يسوع المسيح مكتوب خرجت قوة حيث وجد يسوع المسيح وجدت المعجزة هذا الشيء الطبيعي ولكن موضوع فتح العيون لها دلالة خاصة لها دلالة رحية عميقة جدا في كلمة الله ومشان هيك الكتاب المقدس بركز على هذا الموضوع